هو ده المليار القادم دي فيه ناس كتير فهمتها أن هي مليار دولار أو بذلك مسابقة أو جيزة بس هي كانت أكتر رايحة ناحية تأثير التعليم وتأثير يعني من اللي قدر يعمل تأثير جامد قوي على المليار حد المحتاجين في أفريقيا لأنه هي أكتر قوي رايحة ناحية الدول النامية والدول الأفريقية والدول العربية وبالتالي كان إزاي إحنا كشعوب وإزاي إحنا كرائدين أعمال وإزاي نقدر نأفاكت فعلا المليار دول لأنهم عمدون مشاكل كتيرة جدا الفورم ده كان مركز على التعليم ولكن هي المليار دول كانوا شايفين أن الناس دي محتاجة كل حاجة من أول خدمات صحية من أول خدمات تعليمية كله بناء الإنسان بالزبط كده بالزبط فهو إزاي إحنا نستخدم التكنولوجي ده بقى الفورم كان مركز عليه إزاي تعليم هيقدر ييمباكت حياة الناس دي حياة المليار القادم فكانوا حطين كريتيريا معينة على أساسها إزاي نختار الشركات اللي فعلا هتقدر تأثر على المليار دول لأنه هو ردي والتهالي في كذا قبل ما نتكلم يعني أنه التعليم هو أصلا أساس بناء أي أمة فهما كانوا شايفين إن إحنا عشان نبني حياة المليار القادم نبدأ بقى بالتعليم طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر